تعالوا كده نبتدي من أول القصة ماشي؟ النهاردة حلقة مهمة جدا جدا وعملناها بناء على رغبتكم انتم كل مشاكل الستات اللي بعتت لنا على صفحة البرنامج اللي بتتكلم ساعدوني أنا مش عارفة أعمل إيه أنا نفسي يبقى عندي مشروع انتم بتتكلموا في حاجات كتير أو مؤسسات هاي لا تبع الدولة طيب انتم بتتكلموا مع الوزارات تقدروا تساعدونا احنا فعلا حلقة واصل ما بيننا وما بين كل المؤسسات والوزارات الخدمية اللي تقدر تساعد أي بيت مصري طيب نبتدي كده بقى الحكاية ستات كتير نفسها نفسها تعمل مشروع تعالي ست تجوزت وتلاهت مع العيال ست مش قادرة تسيب بيتها لان صعب جدا هي تسيب أولاد أولادها صغيرين في السن تعارفين ان احنا حتى كستات عاملات انا ما كنتش قادر انزل شغلي تاني غير بعد ما بينتي تجبر وتدخل حضانة وتبتدي تبقى مؤهلة انها بتتكلم وتوقف على رجلية وتمشي فكل واحدة فينا ضيعت يعني انا مثلا كل بيبي كنت قعد خمس سنين على الأقل في البيت لان ما قدرش أسيبها وهي صغيرة كده فدي انا كمزيعة عارفة قدي صعوبتها ولما كنت بنزل الشغل برضو كنت بقى قلبي واكلني على البيت والبنات فازاي وكلت وشربت واضطر جيب بقى بنت تساعدني فتاخد نص ثلاثة اربعة مرتابي الموضوع انا عارفة انا ست وحسة بيكي وعارفة وعارفة ايه المشاكل اللي بتدور في الحتة دي عشان كده انا النهاردة قلت اتكلم وقلك تعملي ايه وانا معاك في نفس الدايرة طيب واحدة معا ولاد صغيرين ومش عارفة تسيب البيت وتنزل تشتغل واحدة كمان صحتها مش بساعدها انها تنزل كل يوم من الساعة ستة سبعة الصبح عشان تروح الشغل وترجع ومواصلات وزحمة ودنيا ومشاكل نفس الوقت فيه ممكن واحدة ست برضو جزها مش عايزها تنزل تشتغل عادي هو حر مراته وهو حر فيه اهل بيته فهو مش عايز تنزل تشتغل في نفس الوقت هي نفسها تشتغل عشان تساعد برضو معاه وما ما تضغطش عليه ولادها بيبقوا محتاجين حاجات في البيت وخصوصا الستة المصرية نقطة ضعفها ولادها نقطة ضعفها ولادها ما تلاقي ابنها او ابنتها نفسه في حاجة ومش قادرة تجيبها له دي بالنسبة لها نهاية الكون حقيق فولادك نفسهم في حاجات نفسك تجيبها لهم مش عارفة تنزلي وعموما تشتغلي خلاص تنزلي من باب البيت طب انت ممكن تعملي مشروع جوه البيت هتقوليلي ازاي وما تقوليليش بقى ازاي لان احنا اليومين دول مع السوشيال ميديا مجرد ما تفتحي كده تليفونك خلاص هتفتحي كده التليفون هتلاقي فلانا وتلاقي فلانا دي مثلا الله ده شيف فلانا الشيف دي ما كانتش شيف اصلا ولا هي تخلقت شيف ولا عمرها كانت تتخيل ان هي تبقى شيف ومشهورة هي كل اللي عملته ان هي لقيت ناس كتير او بتنزل شغلها على السوشيال ميديا فطبخت طبخة وعملت صفحة للطبخة دي وبتدت تعلن اللي عايز اكل كذا كذا وعملت لها تليفون ما وخلي بالكم حتى لو مشروع قدي كده هو هو عايز تستف عارف انت بقى ايه يعني وانت قاعدة كده قبل العيد كده وقبل رمضان البيوت المصرية كلها اللي هو ايه بتستفي البيت اللي هو بنظف وستف كده وحط الكرنة بعيد الكده ونظف وخلي بيت نظيفه زي الفلة نفس الحكاية انا بعمل حتى لو مشروع قدي كده فانا بعمله صفحة بعمله تليفون بشوف لو اقدر اشترك مع شركة ديليفوري تقدر توصل الاكل او الحاجة اللي انا عاملها ستات كتير اشتغلت في الاكل ونجحه نجاح صاحق لو اقولك كان فيه ستات حتى ما بتعرفش تكمل بقية الشهر لان ما كانش معها فلوس دلوقتي راجبة عربية واثنين وولادها ما شاء الله من مدارس كذا لمدارس كذا وابتدت تعمل مطعم وخدت مكان في اكبر مكان في مصر يعني من الاماكن الشهيرة وابتدت يبقى ليها مطعم خاص كل ده هل هي كانت تحلم ان هي توصل لكل المشوار ده لا هو ابتدى بفكرة صغيرة ان انا شطرة في الاكل شطرة في الاكل فعملت اكلة فاقلت طيب ايه المشكلة لما اعمل اكل من البيت واقفة في بيتك في مطبخك جوه بيتك مع عيالك لا نزلتي ولا تمرمتي ولا تشحتطتي في المواصلات ولا حاجة خالص بس اهم حاجة بقى اهم حاجة عينينا ما تروحش على ايه اه دي كذبت دي كذبت دي اهروبة دي وصلت ازاي اللي كده ايه ده دي معاها عربية استاني بس قبل ما تبص هي بقى معاها ايه شوفي هي عملت ايه لازم تعرفي انت شطرة في ايه انا ايمان شطرة في حاجة يعني مثلا يعني طول عمري مثلا كنت في الجمع حتى شطرة في العمل لك ما عرفش زاكر ورق وكده وشطرة في الحاجات اللي فيها كلام وفيها مخ وفيها تفكير فانت دوري انت شطرة في ايه شطرة في التريكو والمثلا الخياطة بتعرفي تقصي صح مثلا بتبقى معص دار لأي مصنع ما لبس صوريهات فساتين زفاف انا بشوف الست بتبقى معص دار هي هي اللي بتقص الفستان فانت شوفي ايه شطرة خياطة شطرة في الاكل ست بيت شطرة ما ست البيت احنا عندنا مصرين كلهم شطرين لكن في الاكل اعمل مشروع اكل شطرة في الاكل اطبخ وسوق وشوفي شوفي المكسب اللي هيجيلي كيبعمل اذا انت مش هتتخيلي يعني انا لما بكونش عاملة اكل في البيت بدور انا انا بدخل كده بدور ادخل على الفيسبوك وادخل على كل المواقع على جوجل مثلا اكتب مثلا ايه اكل بيتي انا بقولك اهو انا بقولك انا ما بقاش عارفة الناس كلها طبعا اكتب مثلا ايه عايزة اكل بيتي فيجيبولي كل الستات اللي بتطبخ اكل بيتي ودي مثلا بيجيب في نفس اليوم دي قدامها يومين لازم تعملي الوردر قبلها 48 ساعة ادخلي وتشطري وشوفي غيرك عامل ايه وتقدر انت تدخلي ده ازاي ادخلي المجال اللي انت بتحبيه ده ازاي خياطة ادخل واشوف المشاريع اللي اتعاملت لان دلوقتي كمان بقى فيه معارض بقى فيه معارض ان انت تقدري تخيطي وتقصي وتعملي حاجاتي وتعرضيها كمان في المعارض دي اكل نفس الحكاية طب شطرة في ايه شطرة في ايه تاني شطرة ان انا اعمل ميكب يعني انا شفت بنات عمرها ما تخيلت ان هي تبقى ميكب ارتست اللي هي ميكب ارتست اللي هي بتعمل ميكب للعرائس والناس فبس هي ايديها شطرة كان بتعمل لصحابها في خطوبة هي اللي ترسم لها عانيها تحط لها ميكب هب 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 عملت صفحة بقت بتكسب ما شاء الله في اليوم بالعشرة وعشرين الف جنيه في اليوم لان بتروح للعروسة دي العروسة دي العروسة دي بقى في شغل فهي كانت تتخيل ان ادخل لها داخل مئة ألف جنيه في الشهر ها في سبيل ان ايه قاعدة ما كتش لها ايه ألف جنيه في جبها اه ده بيحصل احطحوا كده التليفون بدل ما احنا فتحين على الأغاني الحزينة وعلى البوستات اللي كلها غدر وقلت أصل ونادالة والست تفضل تجبت في نفسها ادخلي شوفي الحاجات النكحة ابعدي عن الحاجات السلبية